مجزاً لهم الأنباء يأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى أهلاً بكم بدايةً ترأس الوزير الأول نادر العرباوي اليوم الأربعاء اجتماعاً للحكومة خصصاً لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزة العمومية الكبرى وتنظيمها المكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتبعة المشاريع العمومية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية وخلق مناصب الشغل ووفقاً لبيان لمصالح الوزير الأول في أنه في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بتزويد المياه لا سيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بما يلبي الإحتياجات المتزيدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة تشرع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء أقول أليفار ابتداء من يوم السبت القادم في عملية بيع أضاح العيد على مستوى نقطة البيع ببئرتوتا بالجزائر العاصمة بأسعار محددة تتربح بين 59 ألف دينار جزائري حسب ما أكده اليوم الأربعاء المدير العام للشركة زياني علي وذكر مسؤول الشركة العمومية أنه تم استقبال عدد معتبر من الكباش على مستوى مقرها المخصص للبيع وأن عملية التموين بالماشية متواصلة من مقراتها الخاصة بتسمين الماشية من المزرعة الرئيسية التابعة للشركة الواقعة في ولاية الجلفة تضمن مشروع قانون الرقمنة الجديد اقتراح تسعة محاورة رئيسية تمثلت في الإدارة الرقمية والتواصل الحكومي الرقمي الخدمات العمومية الرقمية الاقتصاد الرقمي شاملنا التجارة الإلكترونية والحماية الاستهلاكية للابتكار ورياضة الأعمال الرقمية والشمول المالي حسب ما ورد في مناقشة اليوم الثاني من المنطقة الوطني حول الموضوع ويعمل الخبراء في مختلف المرجالات على مدار يومين ضمن أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمية على إتراء المحاور التسعة للنص الجديد في إطار مقالبة تشاركية تنتهجها المحافظة السامية للرقمية احتفالا باليوم العالمي لحماية البيئة نظمت شركة يوني ليفر الجزائر حملة تنظيف في غابة كانستال في إطار التزام الشركة بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية أقول وبعد ثماني سنوات من غرس ألف شجرة في الغابة نفسها عدت يوني ليفر لتؤكد التزامها بحماية النظم البيئية وتتولى شركة الناشئة ريسكلني كشريك في هذه العملية ومن بين الشركاء الحاضرين في محافظة الغابة لوهران مديرية البيئة بوهران وإطارتها الإدارية وممثلين عن الفرع الغربي للوكالة الوطنية للنفايات شركة يوني ليفر استثمرت هذا العام في عدد من المشاريع البيئية بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية وبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصنع حاسي عمر المبرمجة في نهاية عام الفين واربعة وعشرين تعال البرنامج العربي في الذكرى السابعة والخمسين للنكسة والذي يصادف الخمسة من جوان من كل عام لوقف الحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القصري الذي يمرسه الكيان الاحتلالي الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والظفة الغربية والقدس مؤكدا أن عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة يعود بالعالم إلى عصور الظلام رياضة الآن وصل سهرة أمس وفذ المنتخب الغيني لكرة القدم إلى الجزائر تحسبا لمواجهة الخضة يوم الخميس في التصفية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين والتي تجري على أرضية ملعب نيسون منديلا ببرق وأعلنت جمهورية الكونغو انسحابها من المواجهة أمام النيجر في تصفية كأس العالم بسبب عدم جهزية ملعبه لاستضافة اللقاء وبذلك تحتل النيجر الصدارة حاليا بستة نقاط كما انسحبت إيريتيريا من هذه المجموعة سابقا لتكون المجموعة الخامسة هي الوحيدة الذي تضم خمسة منتخبات فقط نهاية الموجز كانت معكم خليجة بوطيش ترجمة نانسي قنقر